خبراء السياسة الأمريكية في واشنطن على أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف تصطدم بالكثير من العقبات التي تحول دون تقدم في علاقات موسكو وواشنطن الخبراء يؤكدون أن عقبات الأسلحة النووية ونشر الدرع الصاروخي وتوسيع الحلف الأطلسي إلى دول أوروبا الشرقية سابقا تشكل محاور الخلاف الرئيسية بين البلدين فيما يتخوف آخر من رؤية رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين التي توصف بإحدى مخلفات الحرب الباردة مزيد من التفاصيل من رابح فلالي في واشنطن فيما ينشغل هؤلاء الزوار بأخت صورهم التذكارية في محيط البيت الأبيض لا يتوقف الحديث في مكتب الرئيس باراك أوباما عن زيارته المرتقبة إلى موسكو لقد تمكنت من توطيد علاقتي مع الرئيس ميدفيديف وأظن أننا قمنا بخطوات جيدة حول ما بعد اتفاقية ستارت وحتى قبل أن تحط طائرة أوباما على أرض موسكو في أول قمة روسية أمريكية على الأراضي الروسية منذ وصول الأخير للبيت الأبيض يصطدم الرجل بلاءات خمسة يرفعها نظيره ميدفيديف في وجهه أولها رفض روسي لتوسيع حلف الأطلس إلى حدود الجمهورية الصوفيتية السابقة رفض روسي آخر لنشر الدرع الصاروخي فيما يعرف بأوروبا الشرقية سابقا ورفض روسي لفرض مزيد من العقوبات على إيران ورفض روسي لخريطة أمنية جديدة في أوروبا ورفض آخر لاستمرار الدولار كعملة للإحتياط العالمي السؤال اليوم هل العلاقة الأمريكية الروسية قادرة على التقدم إلى الأمام هذه اللآت التي على الطرفين التعامل معها في ظل علاقة تنائية وصلت لحدودها الدنيا في نهاية عهد الرئيس بوش وصفت العلاقة حينها بالسلام البارد على خلفية الحرب الأخيرة في جورجيا التي رأت موسكو في علاقة واشنطن النوعية تهديدا حقيقيا لأمنها الاستراتيجي فيما رأت واشنطن أن من حق حلفائها الإقليميين ممتلين في جورجيا وأوكرانيا اختيار خريطة تحالفاتهم التي يرونها مناسبة لمصالحهم علينا كأمريكيين أن نعيد بناء معرفتنا بروسيا نظاما ودولة وأسلوب حكم يعتقد هنا في واشنطن أنه لا ينتظر الكثير من قمة أوباما ميدفيديف في ظل غياب رؤية واضحة لحقيقة من يحكم موسكو حيث يعتقد أن رؤية رئيس الوزراء فلاديمير بوتن هي الغالب على الرؤية الروسية وهي رؤية توصف بمخلفات الحرب الباردة فيما يضل والملف النووي مركز الخلاف بين الجانبين في بلدين يملكان 90% من الترسانة النووية العالمية رئيس الوزراء الروسي بوتين مازال مترددا وأظن أنه لا بد أن ننظر إلى الأمام مع ميدفيديف رهان أوباما الأكبر سيكون على الملف الاقتصادي فالوضع في موسكو ليس كما يتمنىه الروس أنفسهم ويمكن لعلاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة أن تشكل نافدة لإمداد الاقتصاد الروسي بوسائل قوة جديدة بالإضافة إلى التركيز على المسألة الديمقراطية الشاملة في الدولة الشيوعية سابقا إضافة إلى الخلافات بشأن الرؤى النووية والاستراتيجية بين البلدين فإن عقبة أخرى على أوباما تجاوزها وهو يغادر البيت الأبيض إلى موسكو والمتعلقة بعقبة أذبية تقافية تقول إن النخبة الحاكمة في موسكو لتزال تعتقد وحت هذه اللحظة أن روسيا لتزال هي القوة الأولى المنافسة لقوة الولايات المتحدة في العالم رابح فلالي الحرة واشنطن أفد شهود عيان